عايز اقول حاجة وده برضو من الصور اللي شفناها فكرتني بها انا مسلا كان عندي صفرة خشب بوني اللي هو بيسموه جستورك الجامع قوي ده مش عارفة غيارها ازاي طلع في دماغي لقيت فنانة رسامة خطيرة على الخشب قلبتها خالص اللي هي زي ترامب لويالي بتاع الحط وترسم عليها وكده انها احنا نختار ازاي نعرف نختار الفنانين او المهندسين اللي يعرف ينجدلي اللي يعرف يغيرلي الحاجات دي الواحد ساعت بيقوم خسر اللي فات واللي كان نفسه فيه نختار ازاي ايه المواصفات نختار بيها ده مبدئيا بصي انا بالنسبة لي مبدئيا لو انت حتيجي تعملي بيتك وهت عايزة تجدديه مبدئيا هيتي حدا يزبطه لك ما تعمليش انت مع نفسك لان انت مع نفسك انت مش قادرة تفهمي برضو مثلا الكنبة لو هي دي كده تمام لو انا عم غيرت الدرع ده هل الدرع ده لايق اصلا مع ظهر الكنبة هل لايق مع رجلين الكنبة ده سؤال يا دينا انا اختار الحد ده ازاي لو انا معرفش حد ما انا هقولك يعني انت ما تعرفيش حد اول حاجة تعملي هي حد بصي مثلا سي على الانستجرام على الفيسبوك حتشوفي ناس زي او غيري بيعملوا بيجددوا بيوتهم بيفرشوا بيوت ويساعدوكي بس انت بلاش تاخديها من نفسك لان انا تلت اربع الناس اللي بتجيلي بتبقى اتجربوا مع نفسهم ودفعوا فلوس كتير قوي وبعد كده جايين لي الحقينا ساعات تكلفة التصحيح اصلا بتبقى اكثر بكتير بالزبط حرام دفعوا فلوس تاني وبعدين انا بمشكلة ان هم بيبقوا جايين بقى خلصانين احنا دفعنا فلوس بس مش هو ده اللي احنا عايزينه جايين درحة حرب بالزبط عارفة وبعدين بس انت لما تعتلي وتبقى استعمالي حاجة هتكلمي ما هو انا دي بحس انكم السؤال ده انتم مش عاقين اللي حصل معي كلها فيك كلها مش صور حقيقي بس انا بحب بقى ان حاجاتي اشوف انا جبت الناس ودخلت انا كهيبة او كغيري جبنا الناس دي فاحنا ازاي نقدر نحكم ان الشغل ده حقيقي ولا حد ما هو انت لما هتجبيني مثلا او هتجيبي اي حد بيامش انا مش قد انت كدينة ببعاك في فرصة من اه انا فهم انا فهم لا يعني لو جبت ايو لو جبت حد هو بقى بفراجك برضو الصور ولو في حاجات تشفيها على الطبيعة يعني مثلا سيه لو انا عاملة كافي تايبل هتشوفيها حواريكي تصور ليها حقيقية انا عميها لازم نشوف الحاجات الحقيقية بتاعته طبا هو بيقع عنده فايل خاص بشغل وهو لازم باي مهندس بيصور شو هتقدر يتعرفي اذا كانت دي عن نت ولا حقيقية حتى بقى اشوف حاجة على الطبيعة اه اصلا اشوف حاجة على الطبيعة والله اذا ده متيح اعتقدت ساعتني وبالذات الكنب كمان لو تعودي عليه لان الحشو بيفرق ان انت قاعدة لدهر مظبوط ولا لا فاهمة يعني بالذات الكنب زي كنبتنا الحلوة ولازم لما تيجي تعملي كنبة تشوفي مراحلها لان ممكن بحاطة الحشوات اللي جوا نفسها الخمات بتاعتها مش حلوة قوي انت ايه حقيقة انا لقيت وراء حلقان الباب وراء الكارتون اوبا مش عايز اقول اسمه بقى الله يسمحو شكرا